السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم مسان رابع يا حبيبي عاملين ايه النهاردة هنتدرب على نموذك كده للامتحانات وعايزين كل امهاتنا في البيت يعودوا كده مع اولادهم قبل الامتحان كده ويفهموهم يعني ايه امتحان يعني تقول له في وقت محدد في وقت محدد لازم تجاوب فيه الامتحان نص ساعة مثلا فما ينفعش ان انت الورقة تتحط قدامك وتفضل مثلا ايه سرحان او تتكلم مع اللي جنبك لا يعني في وقت محدد لازم على طول تبص في الورقة قدامك وتبدأ ايه تحل هتعمل ايه الاول تبدأ تحل الاسئلة اللي انت عارفها تبدأ تحل الاسئلة اللي انت ايه عارفها ووثق فيها ان هي صح تحلها واللي مش عارفه تسيب وتفكر فيه في الايه في الاخر احنا عارفين طبعا كومهات عارفين الكلام ده فلازم نفهم اولادنا يعني ايه امتحان عشان ما يفضل ما ينفعش الولد ياخد الورقة كده ويفضل قاعد وفاجأة يلاقي المسر خد منه سحب منه الورقة وقاله الوقت خلص طبعا هيتزلم ساعتها والولد مش فاهم يعني ايه امتحان فاحنا نفهم اولادنا كده ايه مبدئيا كده من الاول يعني ايه امتحان تمام النهارده انا جبت كده نموذج لعشر اسئلة كده عشان اولادنا ايه يتدربوا عليها اول حاجة بيقولك 35 بتمثل ايه عدد ولا رقم ولا صيغة عددية لا دي صيغة ايه عددية هي الافضل ان احنا نختار صيغة ايه عددية صيغة ايه عددية لان الصيغة العددية بتشمل كل الاشكال بتاعت الايه العدد والرقم وان هو بيتكتب بالحروف اللي بتاعت اللغة العربية بتشمل كل الايه الاشكال فاحنا الافضل ان احنا نختار ايه صيغة عددية صيغة ايه عددية نشوف كده السؤال التاني عشرين الف بتساوي عشر اضعاف ايه طب احنا دايما بنتلخبط في النوعية دي انا عملت فيديو بالكامل كده الشرح المسائل اللي هي زي كده هنعمل يا ميس المسائل اللي زي كده عشر اضعاف ايه يعني في النقطة طلبينها ايه من ناحية دي فبيقولك الرقم عشرين الف يعني طب مثلا مش فاهمين برضو هنعمل ايه كل ما في الموضوع باختصار كده هنشيله السفر هنشيل ايه السفر هنشيل ايه السفر من الاصفر دي هتتبقى معنا يا ميس ثلاث اصفار ثلاث ايه اسفار فاحنا هنختار الايه الالفين الايه الالفين الالفين لو قررتها عشر مرات هتديك العشرين ايه الف عشرين ايه الف تعني نشوف السؤال اللي بعده نشوف رقم ايه تلاتة اصغر عدد مكون من الارقام الاتية هيا ميس فاكرينه ولا مش فاكرينه نعمل ايه عايزين اصغر رقم مدام اصغر رقم دي اواحدة هنعمل ايه نبدأ بالسفر ماشي نبدأ كاول خطوة كده مبدئين نبدأ ايه بالسفر ولسه في تكة تاني كده هقول عليها بس ايه في الاخر عشان ايه ما نتلخبطش نبدأ بالسفر ها بعد كده الواحد بعد كده الايه الواحد بعد بعد الواحد هنبدأ بالايه بالتنين بعد كده عندنا الخامسة بعد كده عندنا الايه السبعة بس الخطوة بقى ان السفر على الشمال ملهوش للمعنى ملهوش ايه معنى الحل ان احنا هندخله ايه جوه هندخله ايه جوه يبقى تبقى واحد سفر يبقى هنشيله من هنا كده واحد سفر اتنين خمسة سبعة فينها اهي واحد سفر اتنين خمسة ايه سبعة يعني عشر تلاف متين سبعة وخمسين وهنختار ده هنختار ايه ده اهي يا حبيبي اهي يبقى هنختار ايه ده تعمل نشوف السؤال اللي بعد كده بيقولك المسألة دي بتسمى خاصية ايه اول متلاقى فيها سفر اول متلاقى فيها سفر ده مشي على طول نقول المحايد الجامعي المحايد الايه الجامعي المحايد الجامعي المحايد الايه الجامعي تمام كده يعني السفر مهما اضيفوا اي رقم بيفضل الرقم زي ما هو تمام نشوف بعد كده بيقول لك اكمل رقم ايه يساوي اضعاف عشرة اضعاف المائة الف عشرة اضعاف الايه المائة الف فاكرين كده في المسألة الاولانية كان بيقول لك المسألة دي كده يعني لما يكون النقط من هنا هنشيله سفر هنشيل من الايه الرقم اللي هنا سفر تمام طب لو النقط هنا كده من قدام اللي طالبينها يبقى هنكتب الرقم هنا زي ما هو كده هنكتبه مائة الف هنكتب كده مائة الف قدم المائة الف و نزود كمان عليه ايه سفر هنزود عليه ايه سفر هنكتبه كده تاني شامد ما نتلخبطش هنكتبه هنا كده بالطريقة الصحيحة اهي مائة الف وهنزود عليه ايه سفر هنزود سفر العلامة هتبقى هنا يعني كده الترتيب الصحيح يعني هيدك هنا 3 أصفارهم و3 أصفارهم وعندنا الواحد من الشطر اللي هيقرار للرقم ده أدي هنا ايه بقيه 6 أصفار بعد ما بقيه 6 أصفار كده عندنا رقم ايه ده يا نبقى قدامه 6 أصفار المليون يبقى هنا نكتب الايه المليون هنا نكتب الايه المليون نكمل يا حبيبي خمسة خمس أسابيع و13 يوم خمس أسابيع و13 ايه يوم هنعمل ايه في المسائل اللي زي كده يعني الاسبوع فيه كم يوم يا حبيبي فيه سبعة يبقى نقول خمسة في سبعة بكام بخمسة و35 طيب ونحط عليهم 13 يوم ونحط عليهم ايه 13 يوم لو جمعت 35 و13 لو جمعنا مع بعض كده خمسة و30 ماشي زائد الثلاث تاشر هيدين كام 48 48 ايه 48 48 ايه 48 يقولك خمسة لترو وخمسمية واربعين ايه ملي كل ما فيه الموضوع هتاخد الخمسة هتبقى هنا كده ماشي وتاخد الرقم ده ايه جنبها هيبقى خمسمية واربعين يبقى الرقم كله على بعضه هيبقى خمس تلاف خمسمية و ايه واربعين طيب بيقولك مربع طول ضلعه 10 سنتي مربع طول ضلعه ايه 10 سنتي فان محيطه بيساوي يبقى محيط المربع بيساوي طول الضلعه في ايه فاربعه احنا عندنا المربع كده ها ماشي الضلع ده قدي ده قدي ده كل الاضلع ايه قدي بعض يبقى هنا 10 هنا 10 هنا 10 هنا 10 هنا 10 بدل ما نقعد نقرر كده فهنقول طول الضلع فاربعه يعني 10 فلا 4 بكم يا حبيبي باربعين يبقى نكتب هنا ايه اربعين نكتب هنا ايه اربعين تعالوا شوفوا المسألة اللي بعدها اكتب العدد التالي بالصيرة الممتدة مدينك رقم ها وبيقولك اكتب بصيرة ايه ممتدة ودي طبعا احنا عرفينها وسهلة جدا هنبدأ كل رقم لو في الاحد مش هنزود له سفر لو في العشرات هنزود له سفر لو في المئات هنزود له سفرين وهكذا عندنا الاحد هنا فيها سفر خلاص من ايه هنسيبها هندخل على طول على العشرات تمام هناخد الاربعين كده ايه مرة واحدة اربعين زائد هنا نكتب نكتب الخامسة وجنبها سفرين ماشي سفر ما كان الاربع وسفر ما كان السفر ده بعد كده الاتنين بعد كده الاتنين دي في خانة الالاف هنكتب تلات اصفار يعني سفر ما كان الخامسة وسفر ما كان الاربع وسفر ايه ما كان السفر ده هندخل بعد كده على التمانية هنكتب التمانية ونعد الارقام اللي هنا ونكتب مكانهم اصفار يبقى هنكتب التمانية كده وعندين هنا رقم اتنين تلات اربع هنكتب مكانها ايه اربع اصفار واحد اتنين تلات اربع هنقول بعد كده زائد بعد كده عندنا السبعة نكتب السبعة وقدمها كم رقم 1 2 3 4 5 يبقى هنكتب 5 أصفار 1 2 3 4 5 بعد كده عندنا الثلاثة آخر حاجة وهنعد الأرقام دي كلها ونكتب مكانهم أصفار هنلاقيهم ستة هنلاقيهم ستة أرقام فهنكتب مكانهم ستة أصفار واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة تمام كده يبقى تلاتة مليون تلاتة ايه مليون يارب الخط يكون ايه واضح كده هنشوف اخر مسألة جميلة معينة بتقول ايه بقى المسألة اذا كان هناك مستعمرتين للنملة الاولى فيها الف متين سبعة وستين نملة والمستعمرة التانية فيها تلاتة تلاف ربعمية تنين وخمسين ايه نملة فكم يزيد عدد النمل الاول ما يقولك كم يزيد او كم يقل يبقى دي على طول طرح على طول ايه طرح يبقى هنا هنطرح طب هنطرح ازاي يميس هناخد الرقم الكبير نكتبه هنا كده من فوق اهو الرقم الكبير تلاتة تلاف ربعمية اتنين وخمسين وهنشيل منه الف متين سبعة وستين نملة وهنشد خط ونطرح و ايه ونطرح اتنين ينفع نشيل منها سبعة مش هينفع هيروح يستلف من اللي جنبها واحد دي بقيت اربعة و دي بقيت اتناشر اتناشر شيل منها سبعة هيتبقى خمسة هيتبقى ايه خمسة اربعة ينفع نشيل منها ستة لا يميس مش هينفع هناخد من الاربعة رقم بقيت تلاتة و دي بقيت اربعتاشر 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 هنشيل منها ستة هيبقى تمانية هيتبقى ايه تمانية بعد كده تلاتة شيل منها اتنين هيتبقى واحد و تلاتة شيل منها واحد هيتبقى اتنين يبقى هو ده الفرق ما بين المستعمرتين يعني المستعمرة التانية بتزيد عن المستعمرة الايه الاولى تمام يا حبيبي بيقد ايه بالفين مية خمسة وتمانين ايه نملة تمام يا حبيبي في اي حاجة صعبة اللي هنسهل ان شاء الله و محدش يخاف من اي حاجة كل حاجة هتعد ان شاء الله وهيكتب في الشهادة في اخر السنة ناجح ومنقول للصف الخامس باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله